أنا عايز أقوالهم تبقى بس مباشر عشان لو أنكره تبقى صوته وصوره دينا قالت تمام أنا النهاردة هروح الموقع وأفرده بس مش هينزل غير بأقوال المجرمين وهنزلوا مرة واحدة علشان ما نديش للمحامي بتاعهم فرصة يلعب في دماغهم ويغيروا أقوالهم أصل اللي عرفته أن عماد النحار هو المحامي بتاعهم ويده أستاذ في تغيير مجرى القضية حمادة ببعض النرفزة مش علي على فكرة حضرتك ما تعرفيش أنا مين مين قال كده أنا عارف حضرتك كويس وإنت من أكبر محامين مصر حضرتك غني عن التعريف مصطفى قال طب أنت عرفتي المحامين إزاي عم فوزي داني فكرة عن الموضوع وأنا بفضولي الصحفي دورت وتفحصت لحد ما عرفت شوية معلومات حتى لما طلبت من عم فوزي قال لي مصطفى بيه هو اللي هيقولك على كل حاجة بس كده تمام يا أستاذة دي ناس تأذنت منهم وخرجت وحمدة بيقول له البنت دي هتساعدنا على تخليص القضية بتحريك الرأي العام لها فعلا أنا لما فوزي قال لي قلت فرصة أصلا بارح لما شفت نشرين القضية بطريقتهم من غير ما حتى يعرفوا أي تفاصيل كتبوها كده من وحي خيالهم وخلاص لأو الأدهة من كده مغطين صور المجرمين وكشفين وش المجنى عليها حمدة قال له الناس عندها شيزوفرانيا ربنا يرحمنا من العقول المريضة دي أمش أنا بقى روح أقدم على تجديد حبسهم وهقدم طلب للطب الشرعي أنهم يطلعوا التقرير بسرعة شوية ربنا معاك والله ويابني ملك والولاد عايزين يشوفوك هروح لهم هخلص ويمكن هروح أتغدى معاها هي والولاد لما نشوف ملك انت مش أخوها بس يا حمادة انت بالنسبة لها أبوها على طول تقول لي حمادة ده أبويا لأني ما شفتش أبويا فعلت ملك دي بنت قلبي هروح والله أنا عارف أن نمأثر معاها بس انت عارف اللي فيها يا مصطفى عارف يا صاحبي بس بقول لك انسى انسى النسيان مش سهل لو انت انسيت أنا هنسى يا ترى إيه اللي حصل ومش عارفين ينسوه وحمادة قال له أنا ماشي ومشي حمادة وسرح مصطفى في الماضي نسيبهم ونروح لشقة أبو أمل واحدة من الجيران حشرية وعرفت من اللي حصل خبطت عليه وما كانش في حد في البيت غير أبوها وكان قاعد في الصالة على الكرسي المتحرك بتاعه ماشي بالكرسي لحد ما فتح الباب ولقاها قدام وقال لها ازاي كامو عمر ازاي كنت يا ابو أمل الحمد لله على كل حال أم الفين ستهم وامل واسم الله عليها أمل مع عمل في المستشفى اه يا عيني أصل اللي حصل لها مش شوية مين هم لله اللي عملوا فيها كده هم مين اللي عملوا انت بتقولي ايه انت بتخبل ايه يا أخويا ما الناس كلها عارفة عارفة ايه انطايب انت جرالها ايه يقطعني انا بحسبك عارف ما تقولي ام عمر اللي تعرفيه وانا معرفوش هقولك يا أخويا ما تزعقش بنتك وهي رجع من شغلها وركب الأوتوبيس أربع شباب خطفوها واستغفر الله العظيم اختصبوها وكل الحرب تتكلم عنها وعلى حصل لها ايه انت تجننت يا ستنتي ولا ايه هقامل بنتي اكيد انت كدابة يعيني الراجل دماغه خفت هقامل بنتي لا لا وقامل على كورسي وفي دخول منا بنته لقيت ام عمر جوة بتقول لها انتي قلت ايه يا ستنتي هقولي ايه يا اختي بحكي له على الله حصل اتريه يا عيني ما يعرفش يا شيخة منك لله ام يا بابا ام امال كويسة ربنا هيجيب لها حقها ابو امال كان واقف في الارض وما بينطقش منه اجريت على تليفونها واتصلت بوليد اخوها واول ما فاتح بتقوله الحى يا وليب بابا وايه وما بينطقش ايه انا جاي على طول وهو بيجري قابل المحامي في ايه بتجري كده ليه بابا منا بتقول لي واقف في الارض وما بينطقش طب تعال تعالى وصلك واتطمن عليه ماشي يلا وحمادة وليد ركبه عربية حمادة واتصل بمصطفى يقوله ومصطفى قال انا هحصلكم على هناك افل معاه وبعد شوية وصل وليد هو وحمادة ولقوا الاسعاف بتشيل ابو امل ومنا منهارة ومصطفى سندها وبيقول لحمادة انا جيت لقيته مرمي على الارض والبنت الصغيرة منهارة اتصلت بالاسعاف وجوم على طول حمادة قال لا حول ولا قوة الا بالله ايه اللي حصل له مصطفى قال منا وهي راجع من المدرسة لقيت جريتهم وقفة معاه وحكيت له على اللي حصل لأمل منا فلتت من مصطفى وجريت عليها حرم عليك جالك ايه من اللي قلتيها استفدتي ايه هيا بيت انت تجن انت يا اختي ولا ايه انا قلت اطمن على اختك بس انت اصلا ست حشارية مصطفى قال لها عيب يا منا لا مش عيب ديها جاية تشمت في اختي مهي بنتها كانت بتتكلم على اختي في المدرسة وقالت كلام وحش على قبل امل وحش ايه يا اختي الكلام مكتوب في الجورنال هو احنا جبنا الكلام ده من عندنا حمادة بن رفزة اتيل لا يا شيخة مش حرام عليك حرام عليك تتكلم على جارتك بالشكل ده انا ما قلتش حاجة هو ابو عمر اللي حكى لنا المكتوب وبيقول لي شفتي اللي حصل لامل وقال الحمد لله ان ابننا ما تدبسش فيها مصطفى قال لها واقسم بالله العظيم لو لسانك انت وجوزك ما تحطش في بقك وبقه هحبسكم انتو الاتنين والكلام للكل كل اللي هاجيب سيرة انسة امل هحبسه وانت مين يا اخي اللي عملت امر وتهدد انا المقدم مصطفى حميدة ولو كلمة زيادة هحبسك فهمة ولا لا ويلا ادخل بيتك وقفل على نفسك ام عمر دخلت بيتها وقفلت بابها ومصطفى وجه كلامه لكل الجيران يا ريت بدل ما نتكلم على امل نقف معاها مش نقطع فيها كلكم عارفين اخلاقها مش انا اللي هقولكم عليها ارحموها بقى مش تبقى مدبوحة من الحيوانات وانتو تيجوا تكملوا عليها كمل حميدة وقال كل واحد فيكم يحط نفسه مكان امل كلنا معرضين لكده وبدل ما نقف مع الضحية لا بنشايلها الزنب وبتدوا المجرم المبرر ان هو يعمل كده انا بأكد لكم ان امل مظلومة وانا كمحامي هجبلها حقها بس يا ريت كلكم تبقوا في ظهرها اعتبروها بنتكم واحدة من الجيران ردت وقالت بعد الشر يا اخوي بنتنا ده ايه منا بصت لها بغل حميدة قال ماشي مش بنتكم بس عايزة اسألك سوال عندك بنت؟ اه اسم الله عليها في الجامعة تمام يعني بتخرج وبتركب مواصلات وممكن تتأخر صح؟ ايوة يا اخويا صح وانت واثقة في بنتك اللي مربيوها طبعا دي نين عين امها تمام يعني مربية بنتك وعندك ثقة فيها يعني مش ممكن تتعرض للتحرش او الاعتداء زي اللي حصل لأمل يا لهوي ده نموت فيها بعد الشر تف من بقك يا بي ربنا يصطرها على بنتي وعلى كل البنات يا رب شفتي مجرد احتمال تخضيتي فما بالك للي حصل لأهل أمل دول في ابتلاء اللي ابتلاء صعب قوي وبدل ما نقف معاهم لا بنقطع فيهم بسكينة باردة واحدة تانية قالت والله يا ابني أمل بنتي طيبة ومؤدبة ورفضت عرسان كتير قوي علشان أبوها واخوتها كلنا كنا بنحسدهم عليها وبنتمنى ان بناتنا وولادنا يبقوا شبهها كده ربنا يصبرهم على بلاهم يا رب وربنا انتقم منهم الكفر حمدة قال لها يا رب دعواتك لها بالصبر على البلاء الجارة قالت تعالي يا منا عادي مع العيال لحد ما بكي واخوتك يرجعوا معلش يا طانت أنا هروح البيت ومحمود أخويا هيبقى معايا طب تعالي يا أختي لحد ما ييجي معلش يا طانت أنا هرجع لشقتي وهقفل كويس على نفسي ما تقلقيش إسا أزنت منها ومشت مصطفى ناد عليها وبيقول لها انت ليه مرضتيش تروحي معاها الساتة دي أنا بحبها بس بنتها مش بتحبيني كانت بتتكلم مع بنتهم وامر على قبل أمل انت شطورة قوية منه انت في سنة كام ستة ابتدائي بس اللي يشوفك يقول أكبر من كده قبل أمل علمتني من وانا صغيرة أتعلم وأقول رأيي ويبقى لي كيان علشان اللي حوالي يحترموني كانت بتعملني كئن كبيرة مش طفلة وده اللي خلاني فهمت اللي حصلها وازده يدفع عنها لأن اللي تعمل كده عمرها ما تعمل للغلط مصطفى وحمادة زاد أجابهم بأمل وبأخلاقها ومصطفى قال معاك تليفون يا منا أيوة معاي طب خذي رقمي ولو احتاجتي أي حاجة اتسلي بيا في أي وقت هتلاقيني جايلك على طول وحمادة هو كمان قال لها كده وقال لها ما تخفيش حق أمل هيرجع لها يا رب وخدت أرقام تليفونتهم وبتقول لهم يعني لو اتصلت بيكم هتجولي آه طبعا جربي وشوفي ماشي عن إذنكم قفلت الباب ومصطفى وحمادة ضحكوا عليها وعلى لسانها وحمادة بيقول له البنت دي لازم تبقى محامية أو مزيعة أو ظبط شرطة فعلا تحس انك بتتكلم مع بنت نطجة مش طفلة عندها 12 سنة ربنا احرصها تعالا روح المستشفى نتطمن على أبو أمل وعلى أمل هي كمان يلا بينا هتقدم طلب بحبسهم تاني حصل وتم حبسهم 15 يوم على زمة التحقيقات لحد صدور تقرير الطب الشرعي تمام ركبوا عربياتهم ورحوا على المستشفى نسيبهم يروحوا المستشفى ونروح لدينة صحفية في موقع الجريدة الإلكترونية ودخلت وقالت لصاحب الجريدة وصاحب الجريدة قال لها يفردي صفحات واكتبي كتير عن البنت وأخلاقها واكتبي عن المجرمين كمان ولقائك معاه وإيه اللي وصلهم لكده وهاتي أراء الأطباء النفسيين يقولوا رأيهم في المقتصب واللي تعرضت للإقتصاب هو ده اللي هعمله بالضبط لأن البنت تعرضت لأبشح حاجة ممكن تتعرض لها السيد صاحب الجريدة قال لها وانا واثق فيك يا دينة بالتوفيق شكرا يا فندم على السيقة دي استأذنت منه وخرجت وراحت على مكتبها وبدأت تكتب الحكاية بطريقتها